تحت عنوان تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين تم إقرار نظام التأمين الصحي الشامل والذي سيأخذ خطوات تدريجية نحو الوصول إلى تأمين جميع المواطنين في المملكة بحلول 2024-2025 تم وضع الخطة التنفيذية وتم إقرارها اليوم حيث سيتم تعديل بعض التشريعات وهي المادة 30-31 من نظام التأمين الصحي بحيث يسمح لغير المؤمنين وغير المعفيين بالدخول في نظام التأمين الصحي كذلك تم دمج الفئات التي تحصل على إعفاء بحيث أن نجمعها في شبكة أمان اجتماعي واحد أي من هم فوق الستين وتحت الست سنوات والمعونة الوطنية والمناطق الأشد فقرا وغيرهم تم دمجهم في فئة واحدة وسيتم بإصدار بطاقات موحدة لهذه الجهات بعد تعديل التشريعات ونأمل أن يكون قريبا سوف يكون كل مواطن دخله بعد أقل من 300 دينار وبعد دراسة من وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية سوف يكون مؤمنا بالكامل من الدولة أما من دخله بين 300 دينار إلى 1000 دينار سوف يتم دعم أقصاط التأمين من الدولة بنسب تتراوح بين 30% إلى 90% وحسب الدخل ومن يزيد دخلهم عن ألف سوف يدفع الأقصاط المقررة الهدف من كل هذا أن يكون المواطن محمي صحيا وسوف يؤدي هذا بدون شك إلى حصول كل مواطن على بطاق التأمين صحي وسوف يجعل حصوله على الخدمات أسرع وأفضل وخاصة في الأمراض الطارئة نعتقد بأنه سيتم البدء بالشهر القادم بإصدار بعض البطاقات ونتأمل في نهاية عام 2024 أن يكون الجميع مؤمنا حيث سيصبح التأمين إلزاميا وستصاحب هذه الخطة حملة إعلامية بحيث نصل إلى كل مواطن من الشمال إلى الجنوب من الشرق إلى الغرب لإعلامهم بمزايا وأهمية التأمين الصحي الشامل وطرق خدمتهم ووضع خارطة صحية تدل كل مواطن أين يذهب ويرافق هذا بدون شك خطة أخرى لتوسيع المستشفيات وعدد الأسرة ونوع الخدمات المقدم وتوزيع أخصائيين على المراكز الصحية بدون شك ضمن خطة شاملة لتقديم خدمة صحية متميزة للمواطن الأردني